تسير الجهود الوطنية لفريق البحرين بشكل متناسق في ملف مكافحة فيروس كورونا متخذة من المنهج العلمي المدروس ومراجعة القرارات وضمان صحة المواطنين والمقيمين هدفا مشتركا في القضاء على فيروس كورونا في ظل الأرقام المشيرة إلى ارتفاع معدلات حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخطيها حاجز الألفي إصابة للمرة الثانية على التوالي تتضافر الجهود الوطنية كعادتها في عمل منسجم وتناغم فاعل حيث عقدت اللجنة التنسيقية اجتماعها أمس والذي تم خلاله بحث آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا واعتماد جملة من التفصيات والقرارات والتي تم تكليف الفريق الوطني الطبي بإعلانها خلال مؤتمره الصحفي وبناء على زيادة الأعداد في الحالات القائمة في الفترة الأخيرة فقد تقرر بدءا من يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021 لغاية 3 يونيو 2021 مايلي قصر أو اقتصار دخول المجمعات التجارية للمتطاعمين الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين قصر دخول مراكز التسوق والمحلات التجارية للمتطاعمين الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين حصر الخدمات الداخلية كالمطاعم، دور السينما، الصالونات وغيرها للمتطاعمين والمتعافين حصر الحضور من المراجعين في مراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على المتطاعمين الذين أتموا 14 يوم من الجرعة الثانية والمتعافين التشجيع على قصر التجمعات الخاصة على 6 أشخاص فقط وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي اعتباراً من 21 مايو ولغاية الثالث من يونيو من العام الجاري أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اقتصار ارتياد الجوامع والمساجد لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد مرور 14 يوماً من أخذ الجرعة الثانية والمتعافين من الفيروس وذلك من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر عبر تطبيق مجتمع واعي ولمنهم فوق الثمانية عشر عاماً فقط مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة سابقاً على أن تقوم إدارة الأوقاف السنية والجعفرية بالإشراف على تطبيق هذه الإجراءات كما جاءت توجيهات جهاز الخدمة المدنية كالتالي اقتصار دخول المراجعين لمراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية والمتعافين من الفيروس وذلك من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر عبر تطبيق مجتمع واعي ولمنهم فوق الثمانية عشر عاماً فقط بدورها أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه ابتداء من يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من مايو سيقتصر دخول القادمين من جمهورية الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلاجش والنيبال على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملي تأشيرات الإقامة للقادمين من هذه الدول كما سيتم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي مدة عشرة أيام للقادمين من هذه الدول إضافة إلى أنه يتوجب على القادمين منها تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا بي سي آر تحوي رمز كيو آر وذلك قبل 48 ساعة من وقت المقادرة وسيتم كذلك إجراء الفحص المختبري عند الوصول وإجراء فحص مختبري ثاني للقادمين الذين سيقيمون في البحرين مدة تمتد أكثر من خمسة أيام وفحص مختبري ثالث بعد عشرة أيام من تاريخ الوصول للقادمين الذين سيقيمون في المملكة أكثر من عشرة أيام جميع هذه الجهود التي تسير بشكل متناسق تعزز الإدارة الحكومية وجهود فريق البحرين لملف مكافحة فيروس كورونا وتثبت بما لا يدعم جالا للشك بأن المنهج العلمي المدروس والموازنة بين القرارات وضمان صحة المواطنين والمقيمين هي المحرك الأساس لكل الجهود الوطنية للوصول إلى هدف مشترك وهو القضاء على فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر